السلام عليكم أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لأصحاب البرج الرائع جدا برج الحوت إن شاء الله ستكون الفترة القادمة مليئة بالأحداث الرائعة جدا اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة إن شاء الله رح تقدر تحقق كل أهداف والطموحات التي تسبوا إليها بالفترات القادمة أتمنى يا أصدقائي اللايك التشجيعي من الجميع والأشخاص الجدد الاشتراك في القناة مهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى هناك أمر ما يشغل بالك ومش عارف تأخذ فيه قرار جدري ستستشير أحد الأشخاص المقربين من حولك بهذا الموضوع وما رح يبخل عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام حاول عدم الاستماع للإشاعات حول الحبيب وخصوصا إنه هناك أشخاص يصبوا الزيت على النار بهدف تخريب العلاقة يعني لا تصدق أي شخص غير لما تشوف بعينيك هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة على أمر ما حاول كون هادي الأعصاب عشان ما يصير زعل أو تطلو تحكو مع بعض بالفترات القادمة وخصوصا يا صديقي يا برج الحوت أنت لما تعصب يعني صوتك يصير عالي جدا وكمان شخص هجومي بشكل كبير أما صحيا حاولوا قدر المستطاع أن تلتزموا في التمارين الصباحية هي عبارة عن وقت قصير خمس دقايق بس إثق تماما أنك بتبدأ يومك نشيط ومليء بالحيوية والطاقة وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل